وككت عناصر من الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية وهران في عملية نوعية ورشة سرية لصناعة الدخيرة الحية بعد مداهمة لمسكن بحية نجمة تابعة لبلدية سيد الشحمي إن تم حجز أزياد من 10 ألاف خرطوش حية وأزياد من 47 كيلوغرام من مادة البرود وبندقيتين صيد و715 كابسولة نحصية مركبتين إضافة إلى معهدات لصناعة الدخيرة ومبلغ مالية قدره 200 مليون سنتيم فيما تم توقيف المتهم الرئيسي في القضية البالغ من العمر 61 سنة كريمة سواق رصدت التالي اكتشاف ورشة سرية لصناعة الدخيرة حية خرطيش الصيد بطريقة غير قانونية على إترى معلومات واردة إلى فرقة الجنائية بالمصرح الولاء إلى الشرطة القضائية مفادها نشاط مشتبفي لشخص يبلغ من عمر 61 سنة موجب استصدار إذن بالتفتيش عن السيد ووكل الجمهورية لدى محكمة السينيا كانت النتيجة إيجابية أين تم العطور على ورشة سرية لصناعة الدخيرة الحية خرطيش الصيد داخل مسكنه أن تم حجز 10111 خرطوشة حية ذات عيارات مختلفة 12 و 16 مليمتر و 1488 خرطوشة فارغة مهيئة لملئها 47 كيلوغرام من مادة البارود ومبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون سنتيم حز بندقيتين صيدة ذات صنع إسبانيا شكرا للمشاهدة